تسريبات مؤكدة تقول ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستاء من اداء وزارتي الصحة والكهرباء ويسعى لتغيير وزاري رغم العقبات السياسية الا انه يعتزم المضي بالامر نظرا للاخفاقات الخدمية التي حوطت العراقيين من جميع المحاور اولا ولتسجيل موقف اخلاقي وتاريخي للحكومة التي توصف باجراء الحكومات العراقية منذ عام 2003 التسريبات تؤكد ايضا ان الحكومة الحالية باتت تعاني من شرخ كبير في اداء الوزارتين التي يلامس اداءهما حياة المواطن وسعادته وكرامته تلك التسريبات التي نقلتها مصادر مطلعة اكدت جازمة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفاجأ من الاداء الجدلي والمتذبذب وبالتأكيد المتلكئ في وزارة الصحة رغم ان الوزارة تمتلك امكانيات مادية استثنائية وسخر لها جميع امكانيات الحكومة خاصة في ظل الجائحة العالمية التي فتكت بالبلاد فيعرف العراقيون جيدا ان جهود وزارة الصحة لم ترتقي ابدا وجرائم كورونا التي فتكت بالعراقيين وان احصائيات المصابين بالجائحة الحقيقية تفوق الكثير من تلك التي يتم الاعلان عنها فهنا لا يذهب احد الى العلاج ويكتفي بالتزام منزله ببساطة لان الناس لا تثقوا بالدوائر الصحة لاسباب عدة ان تعددت وتنوعت فالفساد وانعدام الخبرة سيد الموقف فهناك مقولة متداولة لدى العراقيين تقول ان في الصحة ليس هناك رجل مناسب في مكان مناسب تطول حكايات هموم الكاظمي في تركته كالحنظل فلوزارة الكهرباء وحدها قصة كبيرة باتت لا تحتاج الى نصح او عتاب بل تحتاج الى ادارة مهنية وطنية ويقول مهنيون ان الحكومة لم تصبر كثيرا على هكذا اداء خجول حاضر كغائب الازمات التي تعصف بالبلاد والمتبرعمة من خاصرة الكهرباء اولا والصحة ثانيا جسدت خناجر في خاصرة الحكومة والاخيرة بدأ صبرها ينفد وقد نسمع بحسب معلومات مؤكدة خلال الايام القليلة المقبلة صرخة حكومية شديدة امام البرلمان للمطالبة بتعديل وزاري وان غدا لناظره قريب اشتركوا في القناة